فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد افتتاح العديد من المشروعات في نطاق محافظة الأسكندرية حلوى نطاق محافظة الأسكندرية دي؟ اه اقول لك عبر تقنية الفيديو كونفرنس تم افتتاح تطوير محطة مصر ده واحد تطوير نظم الإشارات افتتاح محور 54 للربط مع محور أبو زكري شهد الرئيس ايضا افتتاح كبري الدوران إلى الخلف في العمرية على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي لو انت سكنداري هتقدر تفهم أهمية كل ده ده المحور ده محور التعمير يا سلام سلم بص يا مولانا لو انت سكنداري هتبقى عارف يعني ايه محور التعمير قبل والآن لو انت مش سكنداري وكدت من الناس اللي ممكن تبقى مثلا بتعدي ناحية برج العرب بتعدي ناحية السحل الشمالي من اسكندرية مش من الطريق اللي هو بتاعوادي النطرون هتعرف ايمة الطريق ده لانك انت هتبقى فهم كويس ان الطريق ده اتساعه في الاتجاه الواحد لو انت رايح مثلا ناحية برج العرب ورايح ناحية السحل الشمالي وما الى ذلك هو مش حرطين كان هو كان حرى ونص وبعدين كان واخد جايزة العالم يعني الجايزة الاولى عالمان في المطباط والتكسير وحوادث الطرق ترلات وكل حاجة ممكن تحلم بيها يعني لا تكوبس حاجة كوابيس يعني التغيير اللي حصل في الطريق ده اللي احنا نسميه محور التعمير اللي هو محور ابو زكري مايا كويس الطريق ده سبع طرق يمين وشمال اه سبع حرات يمين وشمال بعد ما كان حرى ونص يمين حرى ونص شمال تقول لي او في حاجة اسمها حرى ونص اقولك ادي الله ادي حكمته هو كان اتساعه حرى ونص استحالك وتتلاقي عربيتين مشين جنب بعض مستريحين تحس ان هم هيمدوا ادي ومسلموا على بعض اه قد يحتكوا ببعضهم البعض يعني ده حت الطريق انا مرة يمكن قلتلكم ومنسألة مش بداعي الفخر يعني مسألة بداعي انك انت بتبقى جربته واختبرته وشفته حاجات زي كده انا شفت مثلا حوالي 14-15 عاصمة في العالم ما بين اوروبا وما بين امريكا الشمالية وعواصمنا العربية وافريقيا والله الطريق ده الطريق ده زيه زي ادخن طرق موجودة في اوروبا الاسكندنافية يعني دول الاسكندنافية في اوروبا اللي هي احلى بلاد في اوروبا بالمناسبة يعني طيب يمين وشمال بقى الطريق يمين وشمال هنسميها بالمصطلح المناطق الاستثمارية على جانبي الطريق بالمصري الذي اراه دائما مصريا فصيحة نلوع العمية المصرية بتاعتنا كده هقولك اكل العيش اللي علي يمين وشمال الطريق يعني اكل العيش انت لو جيت سألت واحنا مثلا الطريق ده بنبني يمينه وشماله محلات وخدمات ومشروعات ليه هقولك هو مبدئيا كده الف به اي طريق في الدنيا رابط ما بين نقطتين مهمتين حيويتين وعليه كسافة طبيعي يبقى يمينه وشماله فيه خدمات الدنيا والاخر لقى الدنيا بس الاخرى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى حلو طيب اتنين فكر فيها بقى هو الخدمات دي ايا كان نوعها ايا كان شكلها ايا كان حجمها ايا كان حجمها الاستثماري مش فيها فرص عمل يعني مش فيها شاب واثنين وثلاثة بيروحوا كل يوم ومعهم رزق حلال في جيوبهم سيبك بقى من انا هوفر لك الخدمات على الطريق يعني انت رجل تستقل هذه السيارة متجها الى مصيفك الرائع او لزيارة الاخ الاخ مش موضوعي دلوقتي فآه طبدا عايز خدمات على يمين وش مال الطريق عايز اكل حاجة اشرب حاجة امون العربية بتاخد الخدمة اما اخونا اللي موجود جوا اللي بيقدم لنا الخدمة ده بيكون لقمة عيش بيتفتح له باب رزق فيبقى انت عمليا بتعمل ايه اقولك يا باشا حضرتك بتوفر فرص عمل صح ده واحد اتنين وكل المشروعات بقى الكبيرة الاستثمارات البخمة اللي ممكن تبقى موجودة على جانبي الطريق وبالمناسبة في بعضها كان موجود وكان راكدا كاسدا محدش بيقرب له بالطريق ده تتبع كده وبقرش يبقى بعشرة طيب اول الطريق بقى من عند اسكندرية فيه هناك ايه البشائر البشائر الخير واحد واثنين وثلاثة صح كده واربع ازم هما خمسة بشائر خير لو انا العدد بالنسبة لي مزبوط هذه الصورة التي يشاهدها المشاهد والمشاهدة هي صورة حقيقية من قلب الواقع دون اي محسنات لمحسنات بديعية ولا محسنات صورية ولا اي حاجة دي الصورة اللي بجد دي الناس اللي سكناها هم اهلين اللي كانوا زمان سكنين في مناطق غير مقططة لها ومناطق خطرة من محافظة اسكندرية فيروحوا ويعودوا في هذه المشروعات واصدقك قولا اول مرة شفت بشائر خير دي وكانت لسه بتتبني وهي لسه طلع اول عمارة يمكن وكأنها دي البروتو تايب او النموذج الاولي بقيت بتاع المشروع كنت معدي قدامها برضو زمان اول ما كانت لسه بتتبني والله 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 انا افتكرت ان ده مشروع استثماري يعني تمام نروح نشتري هناك شقة اشوف الاقي عمرات ما شاء الله عملاقة الله الطرق اللي فيها اخر شياكة دور العبادة موجودة الكنيسة موجودة والجامع موجود الخدمات بتاعتها موجودة احوالها المدنية مصلحة الاحوال المدنية موجودة البسطة موجودة المطفية موجودة الاسم موجود بعد الشر عن الجميع الاسعاف موجود كله موجود سكن كريم لكل المصريين ده كان وعد قطع الرئيس على نفسه سؤالي والوعد قدام حضرتك اهو صح تراه رؤى العين ده هو ده بقى الكونكريت انت عارف المصطلح كده في انجليزي ما يحبي يقولك انه الحاجة واقعية ملموسة فيقولك دي كونكريت فاكت اي حقيقة كونكريت هنا بقى لو ترجمتها بالترجمة الحرفية خرصانة هي دي بقى بجد الترجمة الحرفية والترجمة البلاغية هي كونكريت فاكت هي حقيقة ملموسة واقعة اللي انت شايفه ده المساحات الخضرق الحاجة اللي تضمن للبني ادم اللي هيسكن اخونا ده اللي هيسكن هناك ده هو ساكن هو امن هو لو احتخد مطبية موجودة ممارسة شعائر الدينية موجودة خدمات موجودة سواء اذا كانت بقى هيشتري اي شيء مدارس الاخ 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 حدس ولا حرج هي دي مشاير مشاير الخير فعرفت يعني ايه وعد الرئيس ووعد الجمهورية الجديدة يتحول الى واقع ملموس طول الوقت ودي مش اول مرة دي المرة يمكن المئة الف كل اللي انا بطلبه من حضرتك تبص بعينيك وتفتح ودانك سيبك من يوسف سيبك من كل زملاء الاعزاء الكرام سيبك مننا كلنا حضرتك شاكك مش مصدق ولا حكا مشوار بسيط حضرتك هتروح وتتفرج بنفسك عاوز استنى لحد فصل الصيف استنى سكنداريا الموضوع مش هيكلفك اجرت على رأي الاسكندرانية المشروع ميكروباس عندنا بتوع مع القاهرة